الناس بقالنا اسبوعاً إيه؟ عن تطبيقات المواصلات أوبر واللازي منه ومنهم على شاكلته فيه يا جماعة جماعة فضحتونا يا جماعة السوائين أو السائقين الغير منضبطين اللي هنتكلم عنهم بعد شوية إيه ده؟ هو في إيه؟ يعني الواحد أو البنت المفروض قبل ما تركب أوبر تروح تودع أهلها وتكتب بسيطها؟ إزاي مواصلة كانت آمنة تتحول لشيء مرعب بالشكل ده؟ فيه أهالي وأباء وبنات صغيرين ولاد صغيرين اعتمادهم الأساسي كان على شركات التوصيل دي عشان ولادهم ما يقفوش يستنوا أوتوبيس أو ميكروباس عشان بنتها تكون مفروض آمنة يعني الأهالي الأب والأم خايفين على ولادها وعلى ولادهم وعلى بناتهم مستأمنوكم عليهم فتكون النتيجة خيانة الأمانة وخيانة لأمة العيش ورزقك وارتكاب جرائم وحوادث بشعة وهتجابه؟ يعني هتجاب؟ يعني محدش هيسيبك تلهوا كده وتمشي كده تفسد في الأرض؟ خطف، تحرش، ضرب، محورة اختصاب، والجديد بيتحرشوا بالولاد هنتكلم بعد شوية إيه اللي حصل؟ إحنا فين؟ اللي ما ترباش في بيت أهله الحكومة تربيه البلد دي فيها قانون وفيها حكومة ما تربتش في بيتكم؟ مش قادر تسيطر على نفسك؟ مش عارف إن فيه بنت قاعدة ما جار أنت ممكن تتحرش بيها أو تغتصبها أو 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 إن أنت موتها من الرعب مسبقاً عملت لها مشاكل نفسية؟ تتربى بشكل آخر عمل لنا رعب ليه؟ إنتم مين؟ من أنتم عشان تعملولنا الرعب ده؟ إنتم مين؟ إحنا بعد حدثت الله يرحمها حبيبة قلنا ده إيه؟ اضرب المربوط يخاف السائب ومن أساءل من أمن العقوبة أساءل أدب والكلام ده كله خلاص في عقوبة قلت مستحيل وقلنا مستحيل يتجرأ حد يبص في المراية البنت اللي أعدور هيوطي المراية لأ ما شاء الله أبهرتونا وأدهشتونا أنتم تجرأتوا أكتر ولا ده كان بيحصل من زمان والبنات كانت خايفة يا عيني تقول يعني هل البنات كانت خايفة تقول لما كان بيحصل تحرر شوية واش إحنا في مجتمع بنلومها الأول ولا أنتم اللي تجرأتوا يعني واضح إن الحاجات دي بتحصل من زمان وكان فيه حاجات مسكوطة عنها والبنات يا حرام كانت بتئي أقول إيه يعني محتاجة أسأل فيه كان بنت ممكن تكون حد دايقها ولا سواء دايقها وتحرش بها وسكتت عشان الفضايح عشان مجتمع لا لمجتمع والفضايح جيبي حقك وتكلمي وإحنا معاك وأعتقد إن الإعلام معصرش أبدا لحد لما يتلموا لحد لما يسكتوا لحد لما يتحبسوا وياخدوا جزائهم إحنا منتكلم على البنات بصده بقى الجديد الولاد بتحرش بالولد تطبيق اسمه ديدي برح كلنا ومصر كلها عرفت بيه وسمعت بيه أنا أول مرة أسمع عن تطبيق اسمه ديدي من اسمه كده في شيء غريب طالب في أعدادي ستة أكتوبر هنا كان رايح مشوار أو رايح درس أو أيا كان رايح فين بقس سواء اتحرش بيه قلولي بقى أنتو بقى ده طفل ده ولد طفل لهو بنت ولهو واحدة ست عشان محدش يقول الكلام اللهبل الكلام أنا أسفة كلام السخيف الكلام الجاهل الكلام المتخلف يقولك أصل فتحت كلام معيه فتحت كلام إيه أنت بتبرر إيه ولا صاحبه يطلع يطلعوله كلام مسجل كده سمعته وانتهى السخافة كلام غير مقبول وكلام غير معقول طيب إيه هي البندة تتداعي عليه المهم نرجع للطفل اللي في أعدادي في 6 أكتوبر رايح مشوار رايح السواء متحرش بيه إيه بقى إيه الشيزوز اللي إحنا عايشين فيه ده بقى إيه ده بقى تتحرش بطفل ليه معينا والد الطفل أستاذ محمد سليم والد يوسف اللي تم التحرش بيه مبارح من إحدى تطبيقات الموصلات أستاذ محمد أهلا بحضرتك أهلا بيك أهلا بيك أهلا وسهلا محتاج أعرف من حضرتك وأنت والد يوسف إيه اللي حصل بالضبط والله يوسف كان راجع من المدرسة هو وأصحابه ثلاثة أصحابه وكان عاد واره مع اثنين اصحابه والرابع قدام الولاد نزلوا في صريهم عند حدائل أهرام ويوسف مروح زيد أي بعد ما نزلوا سواء له تعالى قدام بانت عاد واره لي فطبيعي عادي نزل قدام عادي الموضوع عادي عشان يخش من طريق الوحاس على زيد عشان يخش من الطريق بتعنيه جيزة ضل مشوية مختصر آه مختصر بس الطريق فاضي أي ف قول بالضبط يا فاندم هما ما بيكسوش وإحنا مش هنتكسف قول بالضبط قطع قطع طب أرجع وكلموا تاني هيقول بالضبط طب هما ما بيكسوش وقشوهم مكشوف إحنا كمان مش هنتكسف وهنفضحهم عادي جدا أنا لو حد قال لي كلمة ما عجبتنيش ورفع قضية ما بالك بني قدمة إنسانة بنت نزلت من بيتها رايحة في أمان الله في بلدنا الآمنة مشوار أنت مين عشان تشوه سورتنا أنت تطلع مين عشان تعمل لنا فضايح أنت مين عشان يتاخد بيك العاطل والباطل النهار ده السواء المحترم اللي خارج يجيب رزق بيته وولاده هيتاخد بزنب السواء الغير محترم ولو عمل حركة تلقائية كل بنت هتركب معها تقول ده أنت بقى يعني أنه في حاجة غلط لأنت خلاص إحنا عاطل مع باطل السيئة بتعم طب إنت لي كشخص مش محترم تأذي غيرك المحترم طيب رجالنا تاني أستاذ محمد سليم والد يوسف الطفل اللي تم التحرش به في إحدى تطبيقات الموسط فضلوا أستاذ محمد يوسف معت جنبه ومشي في الطريق نيو جيزة الطريق الفاضي مشي في الطريق مدي ييده من الشيرت كده من الكلب بتاعت الشيرت على سيد رو يوسف شد أيو رح واحد ييد يوسف حطيتها في مكان حساس كده يوسف شد ييده في يوسف بيعله الحمد لله فقال له يا عمه إيه ده إيه ده لما نوصل عملك اللي أنت عايزه خايف حرام آه طبعا قبل البوابة بتاعت عندنا يعني آه فيه بوابة الخماية المية وخمسة آه آه الولد قال له خش من هنا يا عمه البوابة دي فيها أمن مكسف آه وأول ما دخل بوابة يوسف استنجد بالأمن بروزه عليه الأمن طبعا سيطر عليه وكان بالصدفة ومدير الأمن بتاع الخماية الموجود سيطروا عليه واتصلوا بيه آه موضوع كذا 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 نتطرف قلت للسيادة الجوة بتروطتل بالشرطة وأنا افطر إليك صح توجهنا وروحنا وروحنا الإسم آه مشكورين عمله اللازم والمحضر وإحنا في النيابة لسه خارجين من النيابة حالا إيه اللي حصل بقى آخر تفاصيل آه النيابة آه مشكورة طبعا عمله يعني كل اللازم آه القرار طلع آه يعني هيرجع تاني تحريات مباحث طلب تحريات المباحث عن الواقع وهيرجع تاني هو حالية محبوسة على زم التحقيق محبوسة أحسن أحسن أقول لحضرتك أقول لحضرتك أهله طبعا أهله بمنتهى البجاحة محدش فيهم جي قال لي ابني مش متحرش ابني ما يعملش كده لأ اللي بيقلو يعني آه ما تضيعش مستقبله قالوا لك ما تضيعش مستقبله لأ سمحو سمحو آه سمحو عشان إيه أنا أسفل خط بيقطع لله سمحو لله لله طب وكان فين الله لما هو تحرش بتفل صغير هتفضل في زاكرته بعد كده تعمله مشاكل نفسية لا يو ساز محمد ما تسامحش لا طبعا طبعا ده حقب لك طبعا طبعا احنا صعايب عمري وبعدين الأسازة بتاع دي دي اتصلوا على تلفون يوسف وإحنا في النيابة الولد رمالي التلفون خير احنا منذوب دي دي وإحنا مع حضرتك بعضين نعرف إيه اللي حصل وطي لها اللي حصل عندك على السوشيال ميديا احنا وقفنا له البرنامج ومش هيشتغل معنا وطي لها إيه اللي انت بتقولي ده وقفتي إيه وعملتي هو ده اللي انت يعني فعل حين بيه عزر أقبح من زمن طبعا اللي حضرتك عايزه خيرا مش عايز حاجة أنا في النيابة وحضرتك يفل يعني أنا في النيابة مش فاضل للكلام ده طبعا لا الناس وعندهاش دم ولازم يكون فيه حل راضع للناس دي سيد محمد احنا معك وأكيد أكيد صوتنا جنب جنب فعلة جنب ان انت تكمل القضية لما واحد وراء الثاني وراء الثالث يتحبس وياخد عقابه بعد كده هيحرم حد يبص الحد طبعا وإحنا الحمد لله يعني الحمد لله ابني كويس وخير وزي الفل وطلع راجل بس أنا برضه بتكلم على البنات اللي حصل معاها بلاوي طبعا واللي اتطابت واللي ماتت طبعا وفيه ناس ما عندهاش دم تطلع تقولك قلت البنت لابسة وحش قلت البنت ما ده لسه كنت بقوله مالك ما أنا لسه بقوله هل ده مبرر دي سخافة مالك خليك في حالك بيبرروا لهم بيبرروا لهم يا أستاذ محمد وعشان كده سبحان الله يعني النهاردة قلنا يوسف يوسف ولد لابنت لابسة وحش ولا بنت لابسة حلو وبعدين لازم ننتبه أن أوبر مثلا بتبعت محاميين بيدافوا عن يعني مش عارف أقول عليهم هي عن المتحرشين اللي تمسكوا والشرطة مسكتهم اسمهم متحرشين يا فند بيدافوا عنهم يعني بعتين ناس يدافع عنهم بيعافوا مع الضحية بيعافوا مع الجاني يعني كل أقول حضرتك أن يبعتوا في الآخر مش هاي صح إلا الصحيح مفيش بنت تتجنى على شخص لأن البنت سمعة في الأول وفي الآخر مفيش بنت فاضية تنزل تعمل قضايا وحاجات إلا لو اتأذت فعليا أنا أهم حاجة أني بشكر حضرتك وبوجه طبعا سلامي ليوسف يوسف الراجل يوسف الشجاع ياريت لو بيسمعنا أو لو مش بيسمعنا توريله لا هو قاعد جنبي وإحنا رجعين من النيابة يا يوسف أنا بسلم عليك وإحنا بنحبك جدا وبنقولك أن أنت شجاع سمعني شكرا أنا طانت أحلى طانت والله يا يوسف أنت راجل بأخلاقك وإنت شجاع وأنا مبسوطة بيك جدا ومبسوطين بيك كلنا عشان أنت لما وصلت لأول حد ممكن ينقذك ما كنتش جبان وكنت شجاع ودي حاجة نخدها بالمعنى الإيجابي يا يوسف أن أنت راجل أن أنت خدت حقك منه أنت سوير ودايما تاخد حقك وإحنا معاك أكيد مش هنسيب حقك وربنا يخلي لك بابا يخلي لك أسرتك وإحنا معاك في أي حاجة موجودين أي وقت شكرا جزيلا شكرا أستاذ محمد وشكرا طبعا ليوسف إحنا كل يوم أنا كل يوم لو لقيت خبر معادي كده عن تطبيق اسمه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بنسامح لله بس يسمحك ليه؟ بأمرت إيه؟ لحد هيسمحك ولا المجتمع هيرحمك ولا إحنا هنتخازل إن إحنا نتكلم عنك ولما يصدر حكمه ويكون حقنا قانونا كإعلام نقول اسمك الربيع هنقوله زي ما أنت أزيد طفلة ولا أزيد بنت إحنا كمان نوافل لك بالمرصاد كدورنا شرط وقفة بالمرصاد برضو بتأدي دورها والقضاء العادل في مصر الآمنة اللي هي بلد قانون تمشي على السرطة تمشي كويس بناية الناس ولاية الناس مش لعبة